رامي ربيع ومحمد هاني كنت عايز تتكلم عنه رامي ربيع ومحمد هاني من أكتر اللعيبة في الجيل الحالي اللي دايماً بيواجهوا انتقادات كبيرة جداً جداً لكن بشوفهم في بطولة أفريقيا تحديداً النسخة الحالية لو أنا أصنف أفضل ثلاث لعيبة في النادي الأهلي أو أكثرهم سباتاً في المستوى لفترة طويلة في البطولة هي بطولة مصطفى شبير طبعاً بلا شك رقم واحد بعدها هيكون بالنسبة لي محمد هاني ورامي ربيع لأن الأهلي لايب بطولة دفاعية كبيرة جداً جداً يعني لو صنفنا البطولة دي للنادي الأهلي هي بطولة تفوق دفاعي كبيرة جداً جداً كان الرهام فيها على رامي ربيع ومحمد هاني دايماً الفرق كانت وقضى لانطباع عن النادي الأهلي أنه يتقدر تختارك النادي الأهلي من ناحية محمد هاني بسبب أنه في المواجهات المباشرة مش أفضل حاجة بسبب أن بيرسي تاو أوقات بيكون كسول شوية في النواة في الكنغو لدرجة المدارب مازينبي كان بيلعب بتلات لعيبة على محمد هاني ناحية محمد هاني ورامي ربيعة كان هو اللي بيروح يغطي مع محمد هاني مع ده كله محمد هاني ورامي ربيعة الاتنين هما في سوفا سكور اللي هو المفروض موقع احصائيات كبير هما تاني وثالث أعلى لعيبة تقييم في البطولة للنادي الأهلي أرقامهم الدفاعية أرقام كويسة جدا مع النادي الأهلي في البطولة مشوفوا انهم يستحقوا ياخدوا تقدير كبير جدا في ظل التفوق الدفاع للنادي الأهلي في البطولة زي ما احنا شايفين معنا أرقام رامي ربيعة شارك فيه 8 مباريات خرج بشباك نظيفة في يوم طبعا هو فرض من أفراد الدفاع بيحسب ليه دوا كتفوق ليه لما نيجي نبص القطع الكرات أو الانترسيبشن 2 ونص هو الأعلى ما بين اللاعبين تشتيت الكرة 4 و 1 من 10 هو الأعلى بين اللاعب النادي الأهلي والتدخلات الصناية 1 و 8 من 10 و 3 أعلى لعب في النادي الأهلي لما نروح لأرقام محمد هاني بعد كده اللي محمد هاني برضو 10 مباريات من المباريات اللي شارك فيها قطع الكرات بيقطع كرة واحدة فيه المباراة هو السادس التشتيت 2 و 9 من 10 وهو الرابع وتدخلات صناية 1 و 7 من 10 وهو الرابع أرقام كبيرة جدا من الاتنين اللعيبة أختصتهم هم بالذكر طبعا دايما بمحمد عبد المنعم علي معلول بياخدوا إشهادات كبيرة من الجمهير دايما رام الرابعة محمد عبد الهاني بيبقى فيه انتقادات كبيرة محمد هاني شفنا البطولة دي أنا بشوفهم من نجوم البطولة سبات كبير جدا جدا في المستوى لدرجة أن أنا ممكن أختلف في مباراة حتى في اختيار أكرم طوفين وراجل مباركة واشوف محمد هاني هو أفضل لعب في المباراة هفتو أنت نعزي تتكلم عن مصطفى شبير هبدأ بيك مصطفى بالنسبة لي حارس كبير والأداء اللي قدمه طول البطولة تسع مباراة وتسع كلينشيت والمستوى اللي ظهر به ولو هتتكلم عن نجم للنادي الأهلي في البطولة هو مصطفى شبير لكن مفيش حد عنده تكامل في الأداء أو تكمل في المستوى نقطة صغيرة جدا لو صلحها مصطفى شبير في إمكانياته أو في قدراته في إخلال المباراة هيبقى حرس كبير جدا ممكن يروح في حتة تانية حتى على المستوى الاحترافة أنا شايف إن يقدر يحترف في أكبر الدوريات بعد كده لو قدر إن هو يحسن الحتة دي حتة الطلوع بالكورة في قرات اللونج باس دي ممكن مشكلة الوحيدة اللي أنا بشوفها عنده مصطفى كل حاجة عنده جيدة يمكن الباسات حتى والتمريرات بتاعته على الأرض كنا بنتكلم عنه ميزة كبيرة أو في عملية التمرير على الأرض وإنه ما بيخافش حتى ما بيضغط عليه بيقدر إن هو يعمل فنت ويقدر إنه يعدي كل ده كويس جدا الشورت باس عنده طليمية في المية تعال بص على اللونج باس تلات كورات صحيحة من 13 كورة عملية إرسال كورة طويلة سواء إيد ورجل أو إنه لو بلعبها طويلة برجلو سواء اليمين أو الشمال دايما بيبع عنده مشكلة ممكن تكون ديفاء ريسك إن دايما الكورة بتتلعب 50-50 لكن بيبع عنده دايما خيارات إن هو يودي كورة على الجنب سواء لما يكون الجنح نازل لتحتي بيستلم سواء بيرستاو أو ناحة تانية حسين الشحات دي لو ظبطت بس بالنسبة لي مصطفى شبير ممكن نروح في حتة تانية أقولك تفصيلة في موضوع اللونج باس دي مش دفاع عنه يعني بس مثلا الحراسة اللي بيعملوها في أوروبا مثلا بيعملوها بشكل كويس لا مثلا إيدرسون هتلاقي أليسون هتلاقي أليسون مثلا بيدلت صلاح فإنفرادات صلاح هيخدها فبقت صحيحة من أليسون أنا معاك إن كدرة اللعيب على السلام الكورة دي بتبقى أساس في أنها تتسيب له بس أنا بتكلم إن هو عنده الكدرة إنه يحسن دي هو عنده كل حاجة ممتازة بس دي في الآخر هي حاجة بتحسن كدراته هو وقدر إنه يعملها يعني أنا شاف إنه قادر إنه يعملها عظيم مصطفى شبير هي بطولة مصطفى شبير بالنسبة لي البطولة التانية عشر للنادي الأهلي أنا جيت معاك هنا بعد مباراة مازينبي أتاك لو الأهلي ليه نصيب في ياخد البطولة دي فهي بطولة مصطفى شبير قولاً واحداً الأرقام طبعاً بتنصف مصطفى شبير تسعة مباراة تسعة كلين شيت الأكثر تصدي في البطولة الأكثر تصدي من داخل منطقة الجزاء زي ما أنا شايفين الأرقام تسعة ما استقبلش والهدف تسعة وعشرين والأعلى سبعتاشر من داخل منطقة الجزاء هو الأعلى من بين كل الحراس لكن النقطة والتفصيل عندي في مصطفى شبير هي أن تصديات مصطفى شبير كانت حسمة في تأهل الأهلي من دور المجموعات كانت حسمة في تأهل الأهلي من ربع النهائي من نصف النهائي كل ده تصديات مصطفى شبير كانت هتودي مباراة الأهلي لنحية رجعت لنحية تانية خلص بسبب وجود مصطفى شبير هنا المباراة دي كانت أصاد سنبا في ربع النهائي الكرة دي كانت في أول عشر دقائية تلعبت ضربة ركنية لعب سنبا لعبها لعبها مصطفى شبير بيشيلها من جوة الجون تقريبا الكرة اللي بعدها اختراق من ناحية الشمال من ناحية عالية معلول تزديدة مصطفى شبير بيتقلق ويبعد الكرة برضو كانت النتيجة 1-0 للنادي الأهلي فضل محافظ على تقدم النادي الأهلي دي تزديدة 3 في مباراة سنبا مصطفى شبير بيشيلها كرة صعبة جدا هنا بنيجي في مباراة الاياب والنتيجة لسه 0-0 تزديدة من خارج منطقة الجزاء بيصدها مصطفى شبير بترجع لمهاجم سنبا لما نشوف الكرة مع بعض بترجع بيبصيها خلاص الكرة اللي بعدها لعب في مواجهة المرمى خلاص جون بنسبة 100% وعلى طريقة حراس اليد لمصطفى شبير متميز جدا جدا فيها بيبعد الكرة ويتأهل بالأهل النص في النهاية كرة مازينبي والنتيجة 0-0 كرة في الستة يرضى كرة تزديدة على الطائر مصطفى شبير بيتقلق بعدها في الديئة 43 من الشوت الأول وخلاص الشوت بينتهي انفراض تام بمصطفى شبير في الكرة اللي بعدها بيتقلق ويحافظ للنادي الأهلي على نظافة شباكه والكرة دي في أول 3 دقايق في النهاية لكن تدخيل الكرة دي لو كانت دخلت مرمى النادي الأهلي كان كل السيناريو النهائي في رادس وفي الكاهرة اتغير وبسبب لمسة من مصطفى شبير للكرة اللي كانت في طريقها للمرمى تغير السيناريو كله وراح للسيناريو اللي كلها رعيزه في الآخر الأهلي يتوج بالبطولة فبشوف مصطفى شبير هي دي بطولته كانت كل الآن من مصطفى شبير وشايف أن مصطفى شبير محتاج مساعدة خط الدفاع أنهم ما يشيلوه وأنه ما يروحش عليه كرات كتير هو بالعكس مصطفى شبير هو اللي شايل خط الدفاع بيلم ورا خط الدفاع أخطاء بتحصل أو فرص بتتحقق وبيطلع في النهاية بتسعة كلينشيت تسعة كلينشيت مش خادعة خالص أنه هو خط الدفاع قوي فأنا بطلع معهم بالكلينشيت لا هو كان حاسم في كل مباراة خارج فيها بكلينشيت مصطفى شبير هو كان السبب الأول فيها وبالنسبة له هو السبب الأول في حصد النادي الأهل من نجمة الثانية عشر اشتركوا في القناة